بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أجمل أن يتنافس الناس في الخيرات ما أجمل أن يتنافس المسلمون في الطاعات في قضاء حوائج الناس في أن يعيش الناس متعاونين على الخير والبر والصلة والقرب من الله سبحانه وتعالى قال مولانا سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وفي قراءة متواترة تعرف في وجوههم نظرة النعيم هذه علامتهم هذه سيماهم أنك ترى عليهم النظارة ترى عليهم الأنوار ترى عليهم الخيرات والبركات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوب ختابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي هذا الخير وفي هذا الأمل وفي هذا الهدف هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ينبغي أن تكون آمل كل طائع هدف كل عابد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي جيلا على هذه الطاعة وعلى هذا التنافس يقول من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا من أطعم منكم اليوم مسكينا يقول أبو بكر أنا من شهد منكم اليوم جنازة يقول أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا يقول أبو بكر أنا قال رسول الله ما جتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة أو كان من أهل الجنة إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن التنافس في الخير أمر مطلوب أمر محمود بل قال لا حسد إلا في اثنتين هذا الحسد هو الغبطة لا حسد أي محمود مشروع إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار وفي رواية آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس إن التنافس أمر مرغوب شرعا مطلوب رب النبي عليه الصلاة والسلام الأمة عليه بل إن مولانا جل وعلا تحدث عن هذا التنافس فقال مولانا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وظل الله سبحانه وتعالى يتحدث عن مآثر وصفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى غير ذلك من صفاتهم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن البارعين في كل عبادة من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد فسيدنا أبو بكر يريد أن يكون سباقا يريد أن يحظى بالأولية في كل شيء يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل هناك من أحد يدعى من الأبواب كلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر يا أمة الإسلام إن شخصية أبي بكر رضي الله عنه أرضاه شخصية تتسم بالتنافس في الخيرات بالمسارعة إلى كل خير ينبغي أن نكون على هذا المثال وأن نكون على هذا المنوال إن التنافس في الخير وإن المسارعة إلى الخيرات أمر مرغوب شرعا قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله